موسيقى عندنا مشاكل هي الأولى بالاهتمام وبالوقت وبالعناية وبالرعاية منها مشاكلنا الطبية الصحية مستشفياتنا اللي متواجدة والخدمة اللي بتقدمها للمواطنين نهاردة احنا عندنا مغامرة في مستشفى الصف احنا عندنا مستشفيين للصف مستشفى قديم واحد جديد الجديد عطلان وبقاله سنتين لا يتم افتتاحه لأسباب مختلفة اما القديم فحلته زي ما مكتوب بالزبط على الشاشة مأساة خلونا نتعرف على تفاصيل هذه المأساة من خلال تقرير او مغامرة زاملنا محمد سعيد موسيقى هذا المبنى ليس مبنى مهجورا او تسكنه الاشباح بل هو بكل فخر مستشفى الصف المركزية الذي يخدم مئات الالاف من مواطن الصف والمراكز المجاورة مشكلات المواطنين عديدة من اهمال وضعف للخدمة الطبية الا ان هناك مشكلة اغرب وهي هذا المبنى عندنا المشكلة في انعدام للخدمات في الاجهزة متهلكة في المبنى اي للسقوض زي ما حضرك شايف في عندنا مبنى جديد المبنى جديد ده احنا مش عارفين هو وقف ليه المبنى جديد فيه ناس تقولك ده وقف عشان الصرف الصحي فيه ناس بتقول ان هو وقف عشان خاطر اللي مش عارف المبنى فيه مشكل من جوه غيروا السباكة مرة واثنين غيروا الكهرباء مرة واثنين فانا مش عارف ده من باب السرقة ولا من باب اي بالزبط كل ما نيجي نكشف ما بنعرفش ما حدش بيعرف يدخل حمامات الحالة فيها برضو مش دايما بيكتبوا علاج من بره ما بيدوش العلاج كله على بعدين من المستشفى يعني عاوزينها تبقى مستشفى عام عام فهده كادرة وفهه آلات وفهه عجال مش الوحدة تموت ما يلقش آلات ما يلقش عجال حضرتك لما تدخل دلوقتي غرفة من غرف المستشفى هتلاقي القطط موجودة تحت السرائر دي مش قصة امكانيات دي قصة اهمال عاملين في المستشفى المستشفى يعتبر مبنى بس وما فيش اي حاجة جوا يعني السرائر ما فيش سرائر ممكن تلاقي على سرير اتنين مرضى يعني مش عارفة بداخل الاقسام الاوضاع مأساوية من تجهيزات طبية ونظافة طبيعية وربما هذا الامر الذي جعل احد الاطباء بالمشفى ينفعل علينا موجها الينا اتهاما حدا باننا نلوس الغرف المعقمة الكلة دي مكان محرم جاء العمليات وانا بقولك الكلة دي جاء العمليات بالزبع ممنوع تخش الكلة في المقابل لم يعترض مدير المستشفى على التسجيل معنا على الرغم من رفضه الشديد في البداية لتصوير الاوضاع معاليلا ذلك بتعليمات الوزارة المستشفى القديمة التي شفتها العادة الخارجية الشغالة والاسام بتاعة الكلة دي اسام طلع لها قرار ازالة ازالة ده بقاله يجي عشر سنين وهم بعد بقال لها قرار ازالة بتادوا يبن المستشفى الجديدة المبنى طبعا عشان طلعوا قرار ازالة فممنوع تطويره وبذلك احنا بنشتغل في حوالي تلت المستشفى القديمة او ربع المستشفى القديمة حضرك شاف المبنى ده من 2004 بقالوا 8 سنين ونص مختلفين فيها على حاجات ادارية لون الصراميك مختلفين لا ده احنا النهاردة هنعمل مكيفات النهاردة لا ده الوزارة قالوا اتطوروا احنا عايزين نستلم المبنى هيخدم اكتر من 600 الف نسمة اللي هو القوة اللي بتتردد علينا وبعد فتح الطريق السريع بيجي لي حوادث بطريقة مهولة وعندي عجز في الدكاترة وانا بتصيب بالوزارة بيبعثوني دكاترة العدل برضو قليل واحنا هنا برضو عشان نحية الامنية محدش بيجي كتير فانا مشكلة مشكلات ادارية عايزة استلم المبنى عايزة استلم مبنى الطوارئ مشكلة امنية برضو بعض موضوع الاحداث اللي حصلت ومركز الشرطة احنا نشغالين من غير مركز الشرطة بقالنا 3 شهور فبيجي العيان تنقل الصوت والصورة وايضا الرائحة ربما عزيزي المشاهد لن تستطيع استكمال مشاهدتك للتلفاز محمد سعيد سي بي سي شكرا جزيلا محمد سعيد وبشهر حياة كل طاقم سي بي سي اللي كان مع محمد خلال هذه المغامرة الهدف كان الوقوف على حال هذه الخدمات التي تقدم الى مواطني مدينة الصف وهكذا وجدنا الحال ينضم الينا دكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة مساء الخير يا دكتور نوري فاند شفت معانا تفاصيل هذه الحالة اللي بيتعامل من خلالها مواطني الصف هو في الحقيقة طبعا يعني الموضوع يستحق لفت النظر لي لكن انا عايز اقول حاجة تانية ان احنا ان شاء الله يعني الامل موجود في ان احنا خلاص بالنور رصدنا مشكلة الصف لمبنى الطوارق ومبنى الجديد كان فيه مشاكل سابقة في الكهرباء في الصف الصحي فاتحلت مشكلة الكهرباء والصف الصحي كان يس grievها المهم يعني اللي انا عايز اقول إن شاء الله في خلال الشهرين دور على أول السنة الجديدة هيكون شملت الطوارق اشتغلت بالتأكيد والمبنى كبير إن شاء الله هيكون نشتغل عشان خلال شهرين هيكون المبنى الجديد شغال يعني هنعدي كل المشاكل المتعلقة بالصف الصحي او بالكهرباء واحد من الأطباء بيقول أن المبنى واقف بقاله 8 سنين ونص علشان ألوان السيراميك وعلشان بعض من المشاكل البسيطة لا هو في المبنى الكبير في بعض المشاكل البسيطة بص حضراتك عشان برضو استاذ المستمعين يبقوا فاهمين المواقع بالضبط احنا فيه عندنا متعسرات في مستشفات زي كده موجودة مش الصف بس احنا لسه كوزارة ابتدينا نرسط هذه المشاكل والمواقع دي دي حاجة تؤدي الخدمة اسمحني دكتور هشامي هل حضراتك شايف معانا الصورة دلوقتي؟ طبعا أنا برا مش شايف مش شايف التلفزيون الحقيقة تتمنى حضراتك تكون شايف معانا التلفزيون لأن احنا معانا الحقيقة وحدات المفترض أن هي معقمة المفترض أن هي محرمة بين قصين زي ما قال أحد الأطباء وانفعل على فريق العمل ورفض أنه هو يدخل يصور الحقيقة أنه الحال بعيد تماما عن أي تعقيم ولا أي نظافة يعني الحال مؤذي بشكل كبير جدا يعني حتى لو هيستنوا شهرين هل الناس هتفضل تتلقى العلاج والخدمة العلاجية في ضل هذه الظلوف الصعبة غير الأدمية؟ لا يا فنم إحنا من نرداشه كده طبعا بالتأكيد إحنا أنا هعمل إجراء عجل في الأيام اللي جاية دي عشان نحسين الوضع ده دي نمر واحد بس والحمد لله من فضل ربنا أن فيه المباني الجديدة دي على أعلى مستوى من التقنية إلى حد كبير جدا في حيث أن إحنا نغير الصورة دي ويمكن هو كل الحاجات اللي موجودة يخلت ده السبب اللي كانت بنت المستشفى من زمان لكن حصل التعصير هو السبب اللي خلى أنه المستشفى يتبني من زمان هو فكرة تردي الحال جوه المستشفى القديم ولكن المستشفى اتبنى وما تفتحش وما زال الحال متردي هل صعب أن إحنا نحافظ على المستشفى القديم نظيف أدمي يقدم خدمة علاجية بجد وصحية أحد الأطباء اتكلم وقال علشان هذا المبنى ليه قرار إزالة ممنوع تطويره على الإطلاق هل ده صحيح؟ وهل لأنه ممنوع تطويره ممنوع تنظيفه كمان؟ لا يا فندم هو فيه حاجة اسمها فيه فرق بين أن أنا أطور فيه عشان ليه إزالة طبعا ده ما ينفعش أطور في حاجة أصرف عليه فروس حاجة تتحدى أو إزالة ما ينفعش لكن ممكن أنا بحسن مضوع يعني بحسن وبمشي على المستوى الأبنى حتى من الخصوة يعني لازم يقب فيه مستوى إحنا نوصله لأنه ما زال بيقدم طب ده كلام رائع وجميل دكتور عطا ونقدرك ونشكرك عليه ولكن الحقيقة يعني ده مش متفعل بشكل كبير جدا يعني الأوضاع دي موجودة في مستشفى الصف القديم وموجودة في كتير من المستشفيات أين أنتم في وزارة الصحة وقطاع الطب العلاجي من المتابعة من الزيارات المفاجأة يعني إحنا معانا على الشاشة دلوقتي يعني بلعات مفتوحة للأسف في المستشفى وفي أقسمها ومسدودة بعض منها متغطي بكارتون والبعض منها يعني بيتم التعامل معها بأشكال مختلفة فيه متابعات؟ آه طبعا هو فيه متابعات احنا لسه كنا في مطروحه كنا في الودي الجديد وكنا في الشرقية حضريا احنا بنستمر دلوقتي في الأيام دي احنا مستمرين في المتابعات مستمرة ونحل المشاكل الحاجات على الصحوة اللي زي كده بالذات يعني الحاجات اللي زي الصف فيه حاجات مسئلات أيضا كده احنا بنحاول نحلها بسرعة بالإضافة نثبت الوضع اللي هي موجودة عليه الحاجات اللي هي خلاص هقبلها بذائج هنثبت ايه بالزبط يا فندم ايه بالزبط الوضع اللي احنا هنثبتها عليه لا يعني مثلا زي مستشفى الصف القديم نحاول ان احنا نحسن فيه الخدمة على مستوى اللي هي فيه لا وهنحسن على المستوى اللي هي فيه صعب لغاية ما المبنى الجديد ده نستلمه نشغله يعني مبنى الطوارئ ده ان شاء الله في خلال شهر بكتير حيكون نشتغل فهننحنن فيه الخدمة ان شاء الله الى ان يفتح مبنى الطوارئ هل من الممكن تحسين الخدمة تحسين الاجواء الاحوال اللي تحولها الى اجواء ادمية ظروف ادمية لاستقبال المرضى ده بالتأكيد ده حق الناس علينا يا فندم ده حق الناس وحق المرضى علينا وده هنبصله انا هنبصله قائز جدا ان شاء الله الناس هتلاقي فيه نتائج ملموسة لأهالي الصف امتى يا فانتم ان شاء الله بس في خلال الشهرين دول ان شاء الله حيلاقوا فيه تغيير كبير اوه في الوقت في خلال الشهرين ان شاء الله يعني هنبتدي من بكرة كده باذن الله ان شاء الله يا مساهد يا رب بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عطى رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة اشتركوا في القناة